السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء الطلبة الأعزاء سنوات ثانية ثنوي علمي مرحبا بكم إلى قناتكم للرياضيات ما زلنا معكم مع الموضوع اللي عرضته عليكم لمراجعة الفرض والاختبار الثاني إذن قلت لكم كأن هناك ثلاث تمرينات تمرين على الاحتمالات تمرين على المرجح في المستوي تمرين على الدوال والنهايات فسبقت وبدأت بتمرين على الاحتمالات بعدما أجبنا على سؤال الأول والثاني والثالث الآن أجيب على الجزء الثاني من التمرين الجزء الثاني يقول عندما يرمي شخص هذا النرد يربح 20 دينار إذا ظهر الوجه الذي يحمل الرقم 2 ويربح 10 دينار إذا ظهر الوجه الذي يحمل الرقم 5 أما إذا ظهر وجه آخر ما هو الوجه الآخر؟ من غير 2 و 5 يعني 1 3 4 6 من غير هذه الأرقم وهي 2 و 5 راح يخسر 5 دينار جزائري يقول ليكون إيكس المتغير العشوائي الذي يرفق بكل رمي عدد النقاط المحصلة عليه ما هي قيم المتغير العشوائي إيكس؟ إذا نبدأ على بركة الله إذا لإيجاد قيم المتغير العشوائي إحنا عدنا أوميغا بتاعنا هي متكونة من الواحد 2 3 4 5 6 الآن حسب المعطيات وش قلنا؟ إذا قلنا إذا تحصل على إذا ظهر الوجه الذي يحمل الرقم 2 راح يربح 20 دينار جزائري إذا نكتب هنا سهم 20 دينار جزائري إذا تحصل على الرقم 5 فإنه يربح 10 دينار جزائري 30 دينار جزائري ثم بعد ذلك باقي الأرقام راح يخسر 5 دينار جزائری truthful الطريق 5 دينار جزائري إذا نكتبها منها ناقص 5 دينار جزائري ثم بعد ذلك هنا ثلاثة أيض� Зهت تحصل على الرقم ثلاث 400 دينار جزائري ثم أيض absolut إذا تحصل على العدد 4 فإنه يخسر 5 دينار جزائري ثم أخيرا إذا تحصل على الرقم 6 أيضا رح يخسر ناقص 5 دينار جزائري يقول سؤال احسب قيم X أو عين قيم X إذن ما هي قيم المتغير العشوائي X X تعنا رح يدي القيم التالية إذن ما هي القيم نبدأ دائما بالقيم الصغيرة ثم الكبيرة ما هي أصغر قيمة هنا هي ناقص 5 إذن نكتب ناقص 5 ثم بعد ذلك تليها أصغر قيمة هي 10 ثم بعد ذلك 20 هذه هي القيم الممكن أن يتحصل عليها سواء يتحصل على 20 دينار أو 10 دينار أو يخسر 5 دينار هذه هي قيم X ثانيا يقول عين قانون احتمال للمتغير العشوائي X إذن كي يطلب منكم السؤال تعيين قانون احتمال للمتغير X وش معنتها تعيين قانون احتمال للمتغير العشوائي X يعني لكل قيمة من X يعني ناقص 15 20 نحسب لها الاحتمال التح إذن سألخص قانون احتمال للمتغير العشوائي X دائما نلخصه في جدول نكتب القيمة الأولى هي ناقص 5 ثم 10 ثم 20 إذن راح نحسب بيلي ناقص 5 بيلي عشرة ثم بيلي عشرون نبدأ بأول قيمة هي بيلي احتمال حدوث الحادثة ناقص 5 يعني خسارة ناقص 5 إذن كيف نحسب هذه راح تكون احتمال أولا الحصول على العدد واحد زائد احتمال الحصول على ناقص ثلاثة بيلي ناقص ثلاثة ثم احتمال زائد بيلي ناقص خمسة ناقص خمسة هنا بيلي أربعة أيضا العدد أربعة الحصول على أربعة راح نتحصل على ناقص خمسة يعني خسارة خمسة دينات جزائري أخيرا زائد بيلي ستة نحن في سؤال الأول حسبنا احتمال حصول على رقم فردي إذا لاحظوا معايا في سؤال الأول حسبنا احتمال ظهور وجه يحمل رقما فرديا القيناة واحد على اثناش أما احتمال ظهور وجه يحمل رقما زوجيا القيناة ثلاثة على اثناش إذن نطبق إذن نكسوا معايا هنا فقط كتبت ناقص ثلاثة هي زائد ثلاثة ثم بعد ذلك إذن بيلي إيكس يساوي ناقص خمسة ماذا يساوي إذن نعوض قلنا أن احتمال حصول على وجه يحمل رقم فردي هو واحد على اثنى عشر أيضا هنا واحد على اثنى عشر أما هنا الأرقام الزوجية قيناها كم تساوي ثلاثة على اثنى عشر ثلاثة على اثنى عشر زائد هنا رقم زوجي ثلاثة على اثنى عشر ثم المقامات موحدة ثم نجمع البسط واحد زايد واحد اثنين زايد ثلاثة خمسة خمسة زايد ثلاثة ثمانية إذن احتمال الحصول على هنا خسارة ناقص خمسة أو إيكس يساوي ناقص خمسة هي ثلاثة على اثنى عشر إذن عفوا ثمانية على اثنى عشر ثمانية على اثنى عشر بنفس الطريقة راح نحسب احتمال الحصول على إيكس يساوي عشرة إذن بيلي إيكس يساوي عشرة ما معنى ذلك؟ هو احتمال الحصول كم قلنا؟ قلنا أن إذا تحصل على الوجه الذي يحمل رقم خمسة يتحصل على عشر دينار جزائر إذن هو بيلي العدد خمسة شفنا أن احتمال الحصول على وجه فردي قلنا واحد على اثنى عشر إذن نكتب واحد على اثنى عشر في الجدول هكذا إذن نجي الجدول نكتب واحد على اثنى عشر ثم بعد ذلك آخر قيمة بيلي إيكس نحظوا معي بيلي إيكس يساوي عشرون ما هو؟ هو احتمال الحصول على الرقم كم قلنا؟ الرقم إثناني ويساوي شفنا احتمال الحصول على رقم زوجي كم يساوي؟ يساوي ثلاثة على اثنى عشر وبالتالي نكتب في الجدول ثلاثة على اثنى عشر وبهذا قد عرفت ثلاثة عفوا ثلاثة على اثنى عشر وبهذا قد عرفت قانون الاحتمال الآن يقول احسب الامل الرياضياتي إذا نكزوا معايا يقول احسب الامل الرياضياتي طبعا ايكس كم يساوي إذن سيكون نكتب القاعدة أو القانون هو مجموع هذا الرمز واسمه مجموع اي من واحد كم هناك من القيام واحد زوج ثلاثة إلى اي يساوي ثلاثة ايكس اي جداء بليء كل قيمة نضربها في الاحتمال التاح إذن بعدما كتبت القانون مباشرة نطبق فقط كملاحظة أنني عاود ترسمت الجدول تحكم وأتمنى أنكم راح تديروا الحيلة هذه ترسموا الجدول مرة أخرى وتكتبوا القيم ايكس هنا وتخلوا فارغ خانة أخرى تخلوها فارغة ثم نكتب بي راح نوري لكم لماذا درت خانة بين ايكس اي وبي ايما فارغ لاحظوا معي هذا راح نستعملها في حساب التباين لاحظوا معي الآن اهتم بالأمل الرياضياتي الأمل الرياضياتي ايكس ماذا يساوي إذن في كل قيمة نجمع مجموع كل قيمة نضربها في احتمال تحق إذن ناقص خمسة نبدأ بأول قيمة لاحظوا معي أكيد لقوا قيم المتغير الأمل الرياضياتي التباين لانحيرف المعياري أسهل ما يكون هو التطبيق مباشر فقط المهم أن تكون القيم مضبوطة وثاني حيلة أخرى لازم تتحقوا أن مجموع هذه الاحتمالات تساوي واحد لاحظوا معي كنت حققت 8 على 12 زائد 1 على 12 تساوي 9 على 12 زائد 3 على 12 تساوي 12 على 12 وتساوي واحد إذن عليكم دائما تحقق أن مجموع بأي هذه يساوي الواحد نتابع إذن قلت ناقص خمسة في 8 على 12 زائد لأنها هنا مجموع 10 مضربة في واحد أو جودة واحد على 12 في الاحتمال تحق زائد آخر قيمة 20 في الاحتمال تحق وهي 3 على 12 ثم بعد ذلك إذن نضرب نقص خمسة في 8 نلاحظ أن المقام هو واحد إذن أول خطوة نكتب المقام 12 ثم بعد ذلك نقص في 8 نقص خمسة في 8 عفوا نقص أربعون زائد عشرة في واحد زائد عشرة زائد عشرون في ثلاثة تساوي 60 إذن كنجمع هنا راح تخرج لنقص 40 زائد 70 وتساوي 30 على 12 لو نقسم راح تخرج ل 2.5 إذن الأمل الرياضيتي ماذا يساوي يساوي 2.5 أتمنى فقط أن يكون واضح نتابع الآن يطلب منا حساب التباين ماذا يساوي التباين القانون التاعه هو مجموح من إي يساوي الواحد إلى غير ثلاثة إيكس إي الآن إيكس إي مربع جداء بل إي الإحتمال تحق ناقص إلي إيكس إلي إيكس الكل مربح هذا هو القانون تعبلي إيكس أطبق مباشرة قبل ما نطبق لاحظوا معي لهذا الغرض خليت هذه الخانة هنا فارغة ولماذا؟ لكي أحسب إيكس إي الكل مربح نحسبهم داخل الجدول لكي باش يجيني أسهل ولغلط مباشرة نجي الجدول تاعي ويتحقق ناقص 5 لكل مربح 25 10 لكل مربح 100 120 ولكل مربح يشعر يمتلي 400 وتابع إذن أطبق من خلال الجدول رح نضرب كل قيمة إكس وإكس إي مربح في بيلي إي التاحة إذن نضرب 25 في 8 على 5 إذن بيلي إيكس تساوي 25 في 8 على 12 زائد 100 في 1 على 12 زائد 400 في جدى 3 على 12 ناقص ما ننساوش أولي إيكس داعي ناقص أولي إيكس الكل مربح لهو 2.5 الكل مربح إذن نتابع ذي لإيكس داعي رح يساوي إذن هنا نلاحظ أن المقام كامل هو 12 إذن نكتبوه مرة واحدة فقط ثم بعد ذلك إذن 25 في 8 رح تخرج لكم ميتين مئة في واحد زائد مئة زائد أربعمائة في ثلاثة يخرج لكم ألف ومئتين ناقص 2.5 لكل مربح ستة فاصل 25 ثم نكمل الحسابات رح تخرج لكم VDX تساوي هنا رح يخرج لكم مئة زائد مئة زائد ألف ومئتين على 12 رح يخرج لكم العدد 125 125 ناقص 6.25 رح يمد لكم بالتقريب طبعا بالآلة الحاسيبات ستعملوا الحاسيبات رح تخرج لكم 118 فاصل 75 إذن VDX لاحظوا معي مجرد تطبيقات فقط هي بالتقريب أقول 118 فاصل 75 ليست وحدة للأمل الرياضي ولا VDX ولا لانحراف المعياري إذن بعدما القينا هذا القيمة رح نحسب آخر قيمة هي الانحراف المعياري نطبق إذن حسب القانون الانحراف المعياري هو Sigma X ويساوي الجذر التربيعي VDX إذن نطبق مباشرة رح نكتب الجذر التربيعي 118 فاصل 75 طبعا ما نساش هنا بالقيام هذا التمرين أتمنى فقط أنني وفقت في الشرح المبسط لهذا التمرين وأن يكون الموضوع في المستوى إذن أقول لكم بالتوفيق للجميع ما تنسوناش باللايكات وما تنسوناش بالاشتراك على القناة والضغط على الجرس ليصلكم ما هو كل جديد أتمنى من الله سبحانه وتعالى خلال هذا الرمضان أن يتقبل منكم ومننا إن شاء الله صالح الأعمال ما تنساوش القراءة القرآن ما تنساوش اغتنموا الفرصة اغتنموا الفرصة لأنها فرصة ربما لن تعوض إن شاء الله رح تعوض ولكن الإنسان يعني ما يضمن شروحه أقول لكم صحف توركم وإلى الملتقى إن شاء الله